المشهد اللي حضراتكم شايفينه ده معتاد اصبح شيء معتاد جدا ان احنا يوميا بنشوف مجموعة من المدرعات والدبابات الاوكرانية اللي متضمرة في حقول الالغام او من الطائرات الدرونز الروسية والدفاعات الروسية الصامدة القوية للغاية اللي هي تعتبر مجبرة لدبابات اليوبرد والدبابات والمدرعات الغربية كاملة سلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم وعودة حميمة الى الاستوديو اللي انا بحب اطلع منه لان انا كنت فعلا مسافر كانش نفس الشكل اللي حضركم حتى بعض الناس علاقت ان انا كنت في الفيديو الاخير شكلي كان مرهق وده فعلا كنت مرهق معلش شيء المهم عشان نظرا لان القناة كان معمول عليها حظره تم ايقاف بس اي فيديو عليها لمدة اسبوع تحسبا لاي طوارئ لو حضرتك فاتح من الموبايل او من حضراتكم من الصفحة الرئيسية عندي على القناة هتلاقوا دي قناتي الاحتياطية واستأذن حضراتكم لو ان انتم عليها بتدوسوا على اشتراك وبتفعلوا الجرز علشان نوصل القناة دي لاكبر عدد ممكن لاي ظرف ممكن يحصل لانه وارد في اي لحظة بالطريقة دي لاني ما عملتش اي حاجة كانت تستدعي كذلك لكن نعمل احتياطنا يا جماعة وعلى الفيديو الحالي اللي انا ببسه لحضراتكم فضلا وليس امرنا ان احنا بس ندعم الفترة الحالية كل فيديو باكبر عدد ممكن من اللايك علشان القناة ترجع تنشط تاني ندخل كده في الموضوع عندنا اللي بيحصل يا جماعة على ارض الواقع في المعركة الروسية الاوكرانية والخطوط الدفاعية الروسية غيرت من شكل المعركة الحقيقة لو تفتكروا من اسبوعين اتنين قلت لحضراتكم حاجة متوقع ان وزير الدفاع الاوكراني حيتشال وان زيليانسكي حيشيل وزير الدفاع الاوكراني علشان يداري المشاكل اللي حصلت والحاجة التانية ان الحرب حتكون عبارة عن حرب مصيرات اوكرانية حتستخدم حرب نفسية ليس اكثر علشان تحاول ان هي تحفظ ماء الوجه أمام الغرب وهكذا افتكر كده وانبص على موضوع وزير الدفاع الاوكراني قرر زيليانسكي امبارح انه يغير وزير الدفاع الاوكراني الحالي تجوا تجانزبة وزير الدفاع الاوكراني حتش بكذكر كدنا هذه الأوكرانية سوية وزير الدفاع الاوكراني حتش بكذكر وبيلمح ان الموضوع في عبارة عن قضايا ومشاكل مالية وفي سرقات حصلت بعد ما عمل معاه كل اوليكسي ريزنيكوف كل شيء في المعركة من البداية لحد النهاردة ابتدى زيلينسكي يبين امام الرأي العام والشعب بتاعه ان الراجل ده غير جدير بالمسئولية وغير كفء للحرب الروسية الاوكرانية وكمان بيلمح ان الموضوع فيه قضايا فساد واضاوة قضايا مادية النهاردة وزير الدفاع الاوكراني ده قدم استقلته الفعل وفي الناحية التانية زيلينسكي رح حاطت واحد اسمه رستم عمروف امام البرلمان ان انتوا ترشحونا ده انه هو يبقى وزير للدفاع في اوكرانيا خلينا بقى الموضوع ده جماعة مهم جدا لانه بيعكس حاجتين الحاجة الاولينية اللي بنتساءل هنا هل اوليكسي ريزنيكوف اللي هو كان وزير الدفاع اللي فات هل هو كان عندوش قضايا فساد ولسه دلوقتي زيلينسكي مكتشف بس قضايا الفساد بتاعته قال زيلينسكي لسه عارف دلوقتي ان وزارة الدفاع الاوكرانية مليانة فساد الفساد اللي موجودة في اوكرانيا بقالها اكتر من 9 شهور احنا بنتكلم من شهر ديسمبر السنة اللي فاتت يعني المفروض ان لما زيلينسكي شال مجموعة كبيرة من قادة العسكريين الاوكران بحجة الفساد المالي لو كان اوليكسي ريزنيكوف فعلا هو متورط وانا هنا ما بقولش هو متورط ولا مش متورط ده شيء يخصهم ولكن كان ابسط الامور كنت انت شلته ولكن باين جدا ان زيلينسكي ما بيحاولش انه هو يشيل فعلا قضايا الفساد لان قضايا الفساد موجودة منه هو على رأس الهرم اولا ولكن هو بيحاول يحفظ ماء الوجه للهزيم اللي موجودة زيلينسكي بيتحدث على انه بيحاول انه يجدد الدماء بتاعة وزارة الدفاع الاوكرانية وتتغير اوجه المعركة السؤال هنا اللي بيطرح نفسه هل وزير الدفاع الاوكراني او اي وزير دفاع هو المتحكم في سر المعركة؟ بالطبع لا منصب وزير الدفاع الجماعة بيكون منصب سياسي اكتر ما هو منصب كتالي دايما بيبقى رئيس اركان الجيش هو اللي متحكم في سر المعركة دايما يا جماعة رئيس الاركان هو اللي ماسك الامور دي لكن النهاردة لمازيلينسكي بيحاول انه يغير ويكلم ويتدعي على ان الموضوع اساسا عشان نغير من اوجه المعركة ده بيغدع الشعب وبيضحك على الناس اما بقى بالنسبة رستو مع ميروف اللي هو المرشح انه يكون وزير الدفاع الاوكراني فالموضوع ده يا جماعة نقدر نقول انه عبارة عن مثال للصورة اللي بتحصل في اوكرانيا انه مثال فعلا على النظام اللي ماشي في اوكرانيا مين رستو مع ميروف رستو مع ميروف ده من تطار الكرم زي ما حرقكم عارفينه لما اتكلمت قبل كده في فيديو كان عن يهود الخزر تطار الكرم دولة كان ايام الاتحاد السوفيتي وخاصة ايام ستالين تم نفيهم لانهما كانوا عاملين مشاكل كبيرة جدا في منطقة الكرم في منهم تم نفيهم في دول اسيا الوسطى وطبعا الاتحاد السوفيتي والبعض الاخر تم نفيهم في سايبيريا الجزء اللي راح على اسيا الوسطى كان منهم رستو مع ميروف اتولد في اوسباكستان في ساماركند في اوسباكستان ولما تم حل مشاكل تطار الكرم رجعوا في اواخر التمانينات قبل حل الاتحاد السوفيتي دايما تطار الكرم طول عمرهم عاملين مشاكل وصداع سواء للروس او سواء للأوكران عشان بس الصورة تبقى عارف مين رستو مع ميروف دا عشان ما تقولش اه دا مسلم دا هو اللي هيحل الموضوع لا ما تاخدش الامور بصورة دينية لانه هو مش طالع رافع الراية الاسلامية عشان بس ايه قلبك يبقى ابيض كده الموضوع مش موضوع خالص دين رستو مع ميروف منتمي الى طيار بيدعو دايما الى دولة انفصالية للكرم يعني تخيل ان زيلينسكي واخد واحد بيدعو الى دولة انفصالية حتى عن اوكرانيا في جوه طيار متطرف بيعمل حتى حاجة اسمها مجلس الشعب التطاري دا منفصل عن مجلس الشعب اللي موجود جوه اوكرانيا والناس زولت عاملين دايما صداع للأوكران مين اللي كان بيساعدهم وبيمول افكارهم فاتحالة جولن اللي هو بتاع تركيا المعارض اللي موجود في امريكا فاتحالة جولن على تضواصل كبير اوي برسو مع ميروف هو واخوه لان اخوه يعتبر هو النائب بتاع الحركة الشعبية لانفصال شبه جزيرة الكرم الناس دي اساسا مدعومة من الامريكان من البداية الى النهاية يعني رسو مع ميروف هو ليس رجل عسكري هو رجل بنكير رجل بتاع استثمارات رجل اشتغل في استثمارات اشتغل في تكنولوجيا خريج تكنولوجيا معلومات وطوله عمره شغال في المعلومات وكان واخد قبل كده باكروريوس في الادارة وفي الاقتصاد اشتغل في مجموعة بنوك دخل عضوه في مجلس الشعب الاوكراني في عام 2019 لما تيجي تبص على نشأته او سواء حياته هي حياة منفصلة عن الشعب الاوكراني لا يعبر ابدا لا نشأة ولا حياة عن الشعب الاوكراني هتقولي طبما على اي اساس هو هيترشح وزير الدفاع على اساس ان امريكا هي اللي قالت لزيليانسكي اختار ده هو ده الانسب لينا وهو ده اللي احنا شايفينه يعني لو الموضوع بالخبرة حضرتك عايز تقولي ان اوكرانيا ما فيهاش عسكريين خالص يصلحوا انهم يكونوا وزاراء دفاع وجايب واحد بنكير هتقولي طبما هو برضو شي جوه مش رجل عسكري معاك حق ولكن قبل ما كان يبقى في الوزارة الدفاع الروسية كانش يجوه ماسك حاجات خاصة بالامن العام او بالامن القومي الروسي كان ماسك وزير ايضا وامور خاصة بالامن القومي الروسي وبعد كده بقى اصبح في وزارة الدفاع لكن ده هو كل الامر انه هو تدخل في اتفاقية حبوب وكان ممثل الى اوكرانيا في اتفاقية حبوب باختصار على تغيير وزارة الدفاع الروسية او منصب وزير الدفاع الروسي حنقول هنزل يانسكي حط وزير الدفاع السابق كبش فده علشان يحاول انه يحفظ ماء الوجه للهزايم اللي حصلت في اوكرانيا وعدم نجاح الهجوم المضاد وجاب واحد باوامر امريكية ليس له اي علاقة سواء بالجيش الاوكراني ولا ليه علاقة حتى بثقافة الشعب الروسي نهائيا لا هو اصلا سلافي ولا هو ينتمي الى السلاف ولا اي حاجة من دي زي ما حضركم شفتوا في الفيديو ده برضو مجموعة من الاستدعاءات الجديدة اللي بتمارسها اوكرانيا او عملية اختطاف للشباب الاوكران وارسلهم الى مراكز التدريب الاوكراني النهاردة اوكرانيا بتعمل تعبئة جديدة في الجيش الاوكراني وده بيدل بيدل على ان اوكرانيا خسرت بشكل كبير جدا من الاحتياطي العسكري بتوحهم والجنود في الجبهة الكتاب وبرضو ميدفدل النهاردة ميدفدل تحديدا مبارح تحدث على ان روسيا جندت ما يقرب من 280 الف روسي في الفترة الاخيرة بس ما كانش تجنيد اجباري كانت عقدات عسكرية مجموعة منهم كبيرة كانوا مجندين سابقين او متطوعين سابقين في الجيش الروسي وده من الجانبين بيعكس حجم الخسائر البشرية اللي حصلة في الحرب دي يا جماعة اوعوا تتخيلوا ان انت والاخبار وهي هادية ان الوضع على جبهة القتال وضع عادي لا ابسط الامور كان غير الثلاث زوارق اللي كانت روسيا دمرتهم اللي كانوا عايزين يضربوا جسر الكرم النهاردة روسيا اعلنت عن تدمير اربع زوارق صناعة امريكية كان عليها مجموعة من جنود المشاء البحرية الاوكرانية كانوا عايزين يعملوا عملية انزال على شبه جزيرة الكرم ويعملوا مجموعة من الضربات ولكن النهاردة روسيا سببت في او دمرتهم بالكامل وقتلتهم بالكامل ورغم كده اوكرانيا وصلت الى خط دفاعي في قرية اسمها روبو تاين النهاردة الول ستريت جورنال بتتحدث على ان اوكرانيا المهمة بتاعتها بس مش انها توصل وتعمل عملية اختراق بيتحدثوا على ان اوكرانيا تختارق الدفاعات الروسية ده مين بيتكلم الول ستريت جورنال بيقولوا ان اختراق الدفاعات الروسية بالنسبة للجيش الاوكراني مش هو ده بس الهدف الاخير الموضوع مش موضوع بس اختراق الدفاع الاول او خط الدفاع التاني او خط الدفاع التالت الموضوع بيتشكل ان حتى لو الجيش الاوكراني قدروا ان يوصل لغاية خط الدفاع الثالث عليه انه هو يقدر يعمل صغرى من الداخل ويوسع دائرة الكتال بحيث انه يعمل لنفسه مركز لوجستي يعرف يوصل الامداد والتمويل بتاع الكوات اللي داخل خطوط الدفاعات الروسية من وإلى العمق الاوكراني والموضوع ده صعب جدا جدا ليه لان روسيا عمالة بتدفع بمزيد من القوات الروسية تجاه بلدة اسمها فربوف يعني بصوا جماعة النهار ده عندنا عشان بس بس بسط لك الموضوع الاوكران عاوزين يختاركوا الدفاعات وينزلوا من ناحية زبروجيا الى الجنوب الموضوع مش مكتصر بس على ان القوات ده توصل ما هواش سباق جارية واحنا وصلنا خلاص لا فيه امداد وتمويل لازم ان يبقى فيه خطوط بتودي اسلحة بتودي زخيرة من الاوكرانيا الى المنطقة اللي انت وصلت لها صعب جدا لذلك الهجوم المضاد لن ينجح مش هينجح وحاجة تانية اخيرة اخر حاجة اختتم بها لحضراتكم وهي مفجأة ان زليانيزكي اعلن انه توصل مع الرئيس ماكرو على انه حيرسل طيارين يتضربوا على الطيران في فرنسا طب هيا فرنسا ما بتستخدمش طائرات امريكية ما بتستخدمش طائرات الاف 16 يا حاجة من الاتنين يا اما فرنسا قررت لحد النهاردة وما اعلنش رسميا انها حتدي اوكرانيا يا اما طائرات رفال يا اما طائرات ميراج الفين القديمة ده الطيران الرسمي بتاعهم فمن الواضح ان فرنسا حتمول اوكرانيا ميراج الفين او رفال والعلم رغم ان امريكا اعلنت رسميا انها حتدي مساعدات عسكرية بالطيران الاف 16 لكن لحد الوقتي ما تمش التأكيد بكده بمعنى ان امريكا ما علنتش انها حتدي اوكرانيا طائرات اف 16 النهاردة الرئيس الروسي بيلتقي بالرئيس التركي اردوغان في سوشي وبيتكلمه عن ازمة الحبوب وعلى علمك رغم ان تركيا عضو في النيتو ورغم ان تركيا بتدي طائرات درونز واسلحة الى اوكرانيا الا ان حجم الاستثمارات التركية الروسية زاد في الفترة الاخيرة هي دي السياسة يا جماعة ما تستغربش هي دي السياسة السياسة مش عبارة عن عركة في شارع بيبقى ليهم دايما مقاييس وليهم دايما حسابات مختلفة لذلك كل شيء وارد في الحرب اي حاجة ممكن تتوقعها تحصل في اي لحظة اتمنى المعلومات البسيطة دي تكون نالت اعجاب حضراتكم وبشكركم جدا جدا على المشاهدة ياريت الدعم في الفترة الحالية مهم جدا يا جماعة باللايك ولأول مرة تشوفني اتشرف وتنور بالاشتراك في القناة السلام عليكم اشتركوا في القناة